رأيك في تعييني كابتن إهاب جلال أصلا بص أنا شايف يعني كابتن إهاب جلال من المدربين الأكفاء ودائما إحنا يعني بنشيد بيوم في التحليل الفني بالنسبة للمبرايات كرة القدم في الدورة المصري ولكن أنا شايف أنه هو في الوقت الحالي أعتقد أنه هو جعان مدرب دلوقتي جعان أنه طالع من تجربة عايزة أثبت بقى يا جماعة بايوة حسن معاي أنا مدرب كبير عنده فرصة دلوقتي هوريكوا بقى أنه أنا مدرب كبير عنده فرصة دلوقتي يعني كل الشكر طبعا لكابتن حسام حسن وفترة اللي عاشها مع ناد المصري وعلى فكرة كانت فترة مهمة جدا يعني وحسام حسن خلي بالك مأثر مع جمهوره المصري وأنا يعني أشدت به بشكل كبير جدا في الفترة السابقة قدر أنه هو يقف بشكل كويس جدا قدر أنه هو يدي الفعل كان الأفضل للمصري كان بقاء الكابتن حسام حسن ولا الكابتن إهاب جلال لا بص أنا مش عايز أدخل في الحتة ديت ولكن هي القصة هو ظروف معينة ما يتراء المجلس الإدارة بقيادة مستر كامل أبو علي في القرارات اللي هو بيأخدها وأعتقد أن كل برسعيد على فكرة مع يعني مش عايز أقول إقالة حسام حسن لا هو حسام حسن كان نهاية العقد بتاعه في خروجه من الناد المصري الراجل أدى بشكل كويس جدا بصراحة تبقى ده بشكل كويس مش ليه مش عايز أقول هو ده كان نهاية العقد فخلاص هو شايف وجهة نظر أصي خلي بالك كامل أبو علي جاي بسياسة السياسة دي ما فاش حسام حسن لا ما فاش حسام حسن حلو مع الاحترام والتأدير بالنسبة طبعا لحسام حسن والدور اللي أدى في الفترة السابقة ولكن هي فترة إهاب جلال على فكرة جمهوره للناد المصري شكر حسام حسن ودعم إهاب جلال في ماجيئه وأعتقد أن هي دي سنة الحياة خلي بالك ما بين المدربين مش مش شرط على فكرة وحسام حسن مشي الفترة الأولانية برضو من ناد المصري ورجع تاني جمهور طالب إنه يبقى موجود ورجع تاني فالباب مش مقفول يعني يعني عايز أقول إن جمهور الناد المصري برضو يعني فيه كامية ما بينه وما بين حسام حسن وإهاب جلال ده أبسألك هل فيه كامية موجودة بينه وبين كامية ناد المصري ولا لا فيه لا أدى 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 بشكل كويس فيه سيزون أدى بشكل مميز جدا مع الناد المصري ووصل معه خلي بالك إهاب جلال مدرب كويس مدرب بيشتغل على نفسه كويس ولكن محتاج إنه يترجم ده في شكل بطوله هو ده ما ينقص إهاب جلال وخلي بالك وحسام حسن برضو في الآخر السيفي بنقول إيه عدل بطولات أنت النهاردة لما بتعرض نفسك على أي نادي أو أي نادي بيطلبك أنت أي سيفي بتاعك فده نقطة مهمة جدا بالنسبة للأتنين المديرين الفينيين الموجودين وأعتقد أنهما الأتنين بيسعوا ليها بشكل كبير جدا أنه مش هتحصل ألف نادي جمايري ده من وجهة نظري يعني هاب جلال لو أخدته حطيته في أي نادي عادي مش هيبقى له ولا طعم ولا لون لكن النادي المصر هيبقى له طعم ولون زي مع علي ماهر كده تجربة مع النادي المصر عملت بوم ترجمة نانسي قنقر